أكد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة مثالية ومحفزة للابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة خصوصا ما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية وأضاف المعهد أن ذلك يأتي نظرا لبوجود مجموعة من المحفزات التشريعية والبنية التحتية والقدرات الإبداعية للأفراد والتشجيع من المؤسسات الرسمية والخاصة تتمتع مملكة البحرين ببيئة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات نظير جهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص ومساندة السلطة التشريعية بالتشريعات التي تحسن من هذه البيئة لجعلها بيئة جاذبة بشكل واقعي جهود حكومة مملكة البحرين في دعم التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة جاء عبر توفير مجموعة من الحزم التأهيلية لهذه المؤسسات إلى جانب تشجيع الأفكار والمبادرات المؤسسية والفردية وذلك ضمن خطط وبرامج مدروسة تتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حيث نجحت المملكة في تحقيق مستويات عالية من التقدم في هذا المجال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أكد أن مملكة البحرين تتمتع ببيئة مثالية ومحفزة للابتكار خصوصا ما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية حيث أن التشريعات والقوانين المنظمة للمجالين العقاري والتكنولوجي في مملكة البحرين كانت من المحفزات الأساسية على خلق روح الإبداعي والابتكار لدى العاملين في هذا المجال وهو ما فتح الأفاق لوجود أفكار إبداعية ومتميزة عملت على دمج ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجال العقاري أيضا تميزت مملكة البحرين بوجود مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ذات المستويات العالية والقادرة على تخريج طلبة متميزين في القطاع التكنولوجي من جانبه جاء دور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في دعم جهود المملكة في التحول الرقمي من خلال توفير برامج أكاديمية وتدريبية تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقاري لما لها من فوائد سيكون لها أثرها الواضح على أداء هذه القطاعات في المستقبل البنية التحتية القوية في مجال التكنولوجيا والاتصالات الأفضل على مستوى المنطقة إلى جانب وجود الخبرات والكوادر المؤهلة القادرة دائما على الابتكار والتميز شكلت مزيجا فريدا ومتجانسا أسهم في تطوير بيئة التكنولوجيا العقارية ترجمة نانسي قنقر